أكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ عددهم 6228 حجا سيشدون الرحالة إلى البيت العطيق بدءا من اليوم وحتى الثامن والعشرين من شهر أغسطش الجاري مشيرا إلى انتهاء استعدادات البعثة الرسمية لاستقبال الحجاج وذلك بالتعاون ومتابعة أصحاب الحملات لتقديم أفضل الخدمات والعمل على سلامة وراحة الحجاج بشكل دائم ومتواصل وأشاد سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام كما وجه سعادته الشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة الغذائية لتعاون هذه الجهات في خدمة الحجاج مثمنا أيضا دور حكومة خادم الحرمين الشريفين ملكا وحكومة وشعبا والجهد العظيم المتواصل على مدار الساعة وفي مختلف أماكن المشاعر المقدسة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الشعيرة العظيمة